موسيقى سلام الله عليكم و أهلا بكم إلى الرئاسية الجزائر من الميادين لا يوفر الجيش الجزائري فرصة للتحذير من مؤامرة متكملة الأركان لضرب استقرار البلاد وإدخالها في دائرة من الفوضى والاضطرابات ينطلق الجيش مما يقول إنها معطيات لديه عن الأسماء والجهات المحرضة والممولة لهذه المؤامرة ليؤكد أن إجراء الانتخابات في موعدها هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية ولسيما في ظل محيط إقليمي مضطرب واضح إذن هو موقف الجيش الجزائري وواضح كذلك رفض جزء كبير من الجزائريين لخيار الذهاب نحو الانتخابات ما يزيد مشهد المقبل من الأيام ضبابية ويطرح السؤال عن مدى قدرة الجزائريين على تجاوز الاستحقاق الرئاسي مطباط الصراع السياسي الحاصل هو ما سنطرحه في هذه الحلقة ينضم إلينا من الجزائر السادة العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور أحمد ميزاب وأيضا معنا من الجزائر العاصمة السادة العلوم السياسية بجامعة الجزائر كذلك الدكتور خالد عمري إذن أطرح أولا الأسئلة على الأستاذ أحمد فيما يتعلق بالعنوان الذي طرحناه وتحذيرات الجيش من الفوضى وتحذيرات الجيش من مخاطر ومما يسميها المؤامرة ويطرح أن الحل الوحيد الآن هو الانتخابات هذا هو المخرج الذي يضمن عدم انزلاق البلاد للفوضى ما رأيك أستاذ أحمد تحية طيبة وإلى مشاهديكم الكرام وكذلك إلى ضيفكم الكريم في الحقيقة حينما نتحدث على التحديات أو حتى كذلك على المخاطر التي مفتئات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي تحذر منها في أكثر من محطة وفي أكثر كذلك من مناسبة وحينما نستحذر مجموعة الرسائل التي كانت توجهها المؤسسة في إطار اللقاءات التوجيهية كنا دائما نتوقف عند تلك التحذيرات من المؤامرة وأن مؤسسة الجيش الوطني كشفت العديد من المؤامرات وفككت كذلك خيوط هذه المؤامرة وأسقطت هذه المؤامرة التي كانت الهدف منها شقين أساسيين الشق الأول وهو محاولة الفصل ما بين الشعب ومؤسسته العسكرية والنقطة الثانية كذلك هي محاولة إدخال التركيبة الاجتماعية في دوامة من الفوضى أو من حالة اللاثقة وربما كانت لنا كثير من الشواهد حول هذه المؤشرات التي كانت تنذر بأن هناك خطب ما كان يحاكى ضد الجزائر ولهذا الأساس في إطار التفسير وفي إطار كذلك تحليل الواقع والبحث على كيفية أن نصل إلى المخارج في ظل مجموعة من التحديات والمجموعة كذلك من المخاطر نجد بأن الطريق نحو انتخاب رئيس جمهورية الذي يكون مفوضا من قبل الشعب الجزائري يتمكن أولا من مخاطبة الشعب وكذلك الحوار معه وفتح كذلك الورشة التي يمكن من خلالها ترجمت إرادة الشعب الجزائري وكذلك كم المطالب التي رفعها حراك الشعب الجزائري إلى واقع وإلى كذلك سياسات يمكن من خلالها أن نعبد الطريق نحو تأسيس مرحلة جديدة تعرفها الجزائري تسمح لي أسأل الدكتور خالد أيضا بذات السياق إن كانت فعلا ثمت مخاطر يريد أن يتجنبها الجيش من خلال الذهاب مباشرة إلى المسارات الدستورية الواضحة ومنها انتخابات رئاسة الجمهورية وبعد ذلك يستكمل المسار دكتور خالد شكرا في البداية أنا شاكل هذه الدعوة حقيقة الله مباركة في الحقيقة في واقع الأمر لا يمكن في حقيقة الأمر عزل السلوك مؤسسة العسكرية أو مؤسسة الجيش في الجزائر منذ 22 فبراير إلى غاية مخرجات أو حلول للأزمة الدستورية كما يريد لها مؤسسة الجيش لسبب بسيط جدا أن حالة الخواء السياسي في الطبقة السياسية حالة التصحر إن صح التعبير سواء لدى بقايا السلطة السابقة أو حتى لدى الظاهرة الحزبية في الجزائر أو البنى الرسمية والمؤسستية في الجزائر جعل الحراك فقط لا يتفاعل إلا مع مؤسسة عضوية وحيدة وهي مؤسسة الجيش وهنا أسباب عديدة جعلت العلاقة المربوطة بين المؤسستين بين مؤسسة الحراك من الجهة ومؤسسة الجيش من جهة ثانية إلى صح التعبير هذا إذا اعتبرنا أن الحراك انتقل بعد الجمعة الرابعة والخامسة انتقل وتحول من ظاهرة سيسيولوجية إلى ظاهرة مؤسستية إذا صح التعبير في الجزائر لذلك في البدايات الأزمة كان للجيش خياره واضح ضرورة الذهاب نحو حل دستوري فقط كل مرة كان هناك مجموعة من المتغيرات الداخلة على عملية صناعة أو هندسة حل دستوري متكامل أغلب هذه المخاوف والمخاطر كان يسوق لها الجيش وكان يريد الجيش أن يحث عن هذه المخاطر ولكن في أحيان كثيرة أعتقد أننا في الجزائر خرجنا كثيرا من دائرة الحل الدستوري أو الحل السياسي بعد يقين الكثيرين بأن الحل يجب أن يكون حل دستوري رغم اختلاف البعض وبعض الأطياف السياسية ويجب أن لا ننكر ذلك أو لا نحجر أذكار الجميع بأن هناك مجموعة من المخاوف الحقيقية ولكن وجود اليوم جبهة جزائرية يعني مفتوحة على السياق الإقليمي وجود جبهة داخلية اليوم خاصة بعدما حدث مؤخرا يعني في الاتحاد الأوروبي يجعل مسألة الوجوء إلى حل دستوري بمخرجات نهائية مسألة مرحة أكثر من أي وقت فقط هنا أريد التوضيح لنقطة مهمة لو سمح أن سلوك المؤسسة العسكرية منذ أن بدأ الحراك انتقل عبر مجموعة من الحالات في بداية الحراك لاحظنا أن المؤسسة العسكرية لم تنخرج بشكل كلي ومواشر في الحراك احتراما لها لمبدأ دستورية هذه المؤسسة وعدم غماسها في العمل السياسي إلى غاية اختارها بضرورة تطبيق المادة السابعة والثامنة من الدستور وثم ضرورة إسقاط العهدى الرابعة هنا دخل الجيش مباشرة في عملية ما سماء نذاب بأنه ضامن ورقيب للعملية السياسية أو عملية الحل الدستوري إذا صح التعبير لكن مع مرور الوقت أصبح التحدي أكبر في المرحلة الثالثة بالنسبة للجيش والتحدي الأكبر في اعتقادي الشخصي أن الجيش اليوم يقف بين طرفين متناقضين بين رغبة شعبية كبيرة جدا أو فكر حراكي إلى صحة التعبير يريد أن لا يغير النظام فقط يريد أن يغير منتظم الحكم بشكل عام وبالتالي لا يريد عملية إخراج أو تكييف النظام بصيغة جهدة وأيضا الجيش الطرف الثاني النقيد لهذا الفكر الحراكي هو أنه لدي قيود دستورية والضغوطات دولية تمنعه من دكتور أحمد بما قلت وهذه المقاربة دكتور أحمد مباشرة هذه المقاربة وأيضا أضيف إليها الحديث عن المخاطر ومؤامرات والخوف من الفوضى الانزلاق التدخلات إلى آخره تمويل في مرحلة من المراحل هذا كله يعني الجيش مسؤول في هذه المرحلة عن متابعة هذه القضايا الأمنية للترتبط الأمن القومي الجزائري وغيره ولكن ليس ثمة تسميات محددة يعني لو قيل للجمهور الجزائري للشعب الجزائري هناك هذه هي التفصيلات هذه الدولة تتدخل هذا يدفع هذه المبالغ التي تصل هؤلاء في الداخل من لديهم مشروع يعني واحد اثنان ثلاثة اربعة بمعنى أنه يكون فيه تحديد للمخاطر والمعلومات التي يتحدث عنها الجيش بأنها تشكل خطورة على الجزائر في المرحلة المقبلة دعني في البداية وضح فكرة مهمة وهو أننا في الجزائر هو معروف أننا لا نتبنى النهج الهجومي بمعنى أننا لا يمكن لنا أن نتحدث على أدقة تفاصيل لأن هذه المعطيات يمكن أن تظل في طي الكتمان ولكن يتم العمل عليها في إطار الميدان في إطار كشف هذه الحقائق وربما هنا أعود إلى كثير من التصريحات التي صدرت على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وعلى لسان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حينما تحدث عن أكثر مننا أن المعطيات وكذلك الحقائق المتوفرة لدى المؤسسة هي حقائق مفزعة وكذلك هي حقائق صادمة لو كشفت للرأي العام أولا حجم التواطئ وحجم كذلك التآمر على الجزائر بالأسماء وكذلك بيئة الأرقام المنظمات التي تضخ أموال لبعض الأشخاص وكذلك لبعض التنظيمات من أجل بث سمومها في الداخل سواء كان كذلك تحرك بعض الدول فوق الطاولة وتحت الطاولة كذلك من أجل تقويض إرادة الشعب الجزائري في إطار التفعيل كذلك حتى الفضاء الأزرق ودعمه وتمويله من أجل بث الأخبار لكن هل هذا دكتور أحمد هل هذا نهج هل هذا يوصف بأنه نهج هجومي أم يوصف بأنه شفافية ومصارحة للشعب عندما يقول الفريق أحمد قايد صالح بأنه عندنا تفاصيل وأسماء والجهات المحرضة والممولة إلى آخره هذا يعني أنه فيه كم كبير من المعلومات لو قيل أنا هنا أفترض لو قيل للشعب كما هو ربما كان فيه رأي آخر بالجزائر اليوم لا خليني أفرق بين شيئين مسألة الشفافية ومسألة النهج أو السياق الهجومي داني ربما أفرق في هذا السياق هذه معطيات أمنية وتفاصيل أمنية هي مرتبطة بالأمن القومي للبلد هي مرتبطة كذلك بسلامة مؤسسات ويجب العمل في هذا الإطار بهذه الملفات وفق التدابير والإجراءات المعمولة بها حتى يتم إتمام وغلق كل الحلقة وبعد ذلك وبعدما أن نخرج من هذه المرحلة سوف تكشف كافة التفاصيل وبدليل أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقبعون بالسجون في إطار ملاحقات بملفات واضحة المعالم القضاء يدرك تفاصيلها وفقا للتقارير الأمنية المرفوعة إليهم وبالتالي نحن نتحدث على مجموعة معطيات والمواطن الجزائري اليوم أصبح يلمس هذه الحقائق ويقف كذلك أمام هذه الحقائق بأم العين ولا يحتاج ربما إلى بيان يصدر من مؤسسة أمنية يعطيه بالأرقام أو يعطيه كذلك بالأسماء أو يعطيه حتى كذلك الدول أو الجهات المتواطئة لأن الجزائريين يدركون أن أعداء الأمس هم نفسهم وذاتهم أعداء اليوم نحن نتحدث على مجموعة من المخاطر ومجموعة كذلك من التحديات التي هي تستهدف الجزائر في وقت سابق كنا نتحدث على تداعيات أزمات موجودة في الإقليم تمسنا بشكل مباشر اليوم أصبح التهديد أكثر من مباشر بل أصبح واقعي ونعيشه في الميدان فبالتالي ربما الحديث على أهمية أو ضرورة تقديم هذه المعطيات بالأرقام وبالتفاصيل للرأي العام ليست بيذات الأهمية في هذا التوقيت على الأقل الغرفي بقدر ما أنه المهم اليوم هو التماسك الجبهة الداخلية لأنه دائما تواجه مثل هذه التحذيرات بالقول أنه في محاولة تخويف الناس من المؤامرة دائما يتم الحديث عن المؤامرة ودائما يتم الحديث بشكل عن أشباح هذا يحصل في الجزائر وفي غير الجزائر عندما دائما يقال أنه في مخطط في هناك جهات تستثمر لها مصلحة في أن تدخل إلى الجزائر أو لبنان أو إلى غير لبنان تواجه دائما هذا الكلام بالقول أنه كل ما تحرك الشعب أو أراد الشعب تقولون له في مؤامرة ولذلك أنا أطرح هذا الموضوع من زاوية أن يكون هناك فعلا نوع من المكاشفة اليوم الشعب أصبح يعيش المؤامرة اليوم الشعب يعيش المؤامرة بدليل القرار الصادر على البرلمان الأوروبي يوم أمس هو كشف التعرية لبعض المواقف ولد حقيقة هذه المؤامرة هذا البرلمان الذي عجز على معالجة ومناقشة القضايا المطروحة داخل القارة الأوروبية اليوم يحاول أن يتحدث على بلد هو غير بمناقشة قضاياه لأن هذا البلد سيد ولا يقبل الوصاية من أحد هذا البرلمان الأوروبي اليوم الذي وظف وكشف حقيقة هذه المؤامرة عجز على مناقشة ملفات تعني قضايا حقوق الإنسان وحرية المعتقد وكذلك الحرية السياسية داخل الدول الأوروبية دولة أوروبية واحدة دون ما أن أذكر الأسماء دولة أوروبية واحدة في السنة هناك أكثر من 17 ألف جريمة سياسية تسجل وفقا للتقارير الأوروبية وليس حتى تقاريرنا نحن النقطة الثانية أن قضايا حرية الرأي تسجل في دولة أوروبية واحدة ألف حالة في السنة بمعدل زيادة 6% سنويا أن هناك دولة أوروبية كذلك تمنى حق منح الجنسية لمواطنها من الغجر فبالتالي ألا يجدر بهذا البرلمان أن يصدر تقارير تنجين هذه الدول التي هي معنية في القارة الأوروبية أن قل هذا للدكتور خالد معمري أيضا استمعت إلى هذا وأشار ضيفنا دكتور أحمد إلى البيان الأوروبية والاجتماعي ستراسبورغ بفرنسا والذي وصف بأنه تدخل وأودين من قبل أحزاب الجزائرية وأيضا من قبل الخارجية الجزائرية بمعنى أن كلما ازدادت الفوضى في البلاد إذا جاز التعبير وهنا لا نشير إلى حركة احتجاج أو نشير إلى تظاهرات أو نشير إلى مطالبات تغيير هنا نتحدث عن أمور لها علاقة لها بعد أمني لها بعد ترهل ربما أو فقدان السيطرة من قبل الدولة تجد أن التدخلات تصبح أوضح يعني أنت شفت البرلمان الأوروبي بشكل خفيف يعني عما يجري ربما في أو جرى في لبنان عندما تحدث جيفري فلتمان أمام الكونغرس ليقول يجب أن نترك الحراك بلاقيادة ولازم نعمل حكومة التكنقراط وكذا وكأنه مندوب سامي لدولة عربية ألا تعتقد أن هذا كافي لأن يلجأ الجميع للمسار الدستوري بشكل هادئ والتغيير بشكل خطوة بخطوة بشكل واثق دون الذهاب إلى الفوضى أعتقد أن ما تتحدث عنه هو عمق المخرج أو عمق الحل بالنسبة لأزمة الجزائرية ما تفضلت به لسبب بسيط جدا أعتقد وأنا دائما أقول ذلك وفي كل الأستوديوهات كل الشعوب في عمليات التحرر أو عمليات الانتقال الديمقراطي هناك مراحل انتقالية أتكلم مراحل انتقالية من حيث حركية الحراك في حد ذاته عندما تتأخر الحلول تكون هناك مطية لعمليات تدخل داخلي أو عمليات تدخل خارجي وبالتالي أعتقد أنه في أحيان كثيرة لا يمكن أن نفصل الحالة الجزائرية في بداية الحراك إلى غاية اليوم إلى غاية ما حدث في الأيام الأخيرة من التدخل الغير مبرر إطلاقا والغير مفسر من قبل البرلمان الأوروبي من خلال لائحة أتفق كثيرا بأنها لا تعني الجزائر من قريب ولا من بعيد بل الأكثر من ذلك نعتقد أن عملية تدخل الأوروبي تتعارض مع جوهر الحراك بشكل كبير لأن جوهر الحراك الذي كان يريد إسقاط النظام السابق ويريد بالأساس تطبيق المادة السابعة والثامنة والتي في مضمونها وفي قيمها ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والتي للحراك في جزء كبير منه كان يعرف السيادة الوطنية عبر مستويين مستوى داخلي يعني سيادة تكون محمية من قبل ضغوطات العصابة ومن ضغوطات بقايا النظام السابق وأيضا سيادة محمية من قبل الفواعل الخارجية التي للأسف كانت تستأنس كثيرا بالسلطة السابقة والسلطة السابقة كانت تعتمد كثيرا على هذا الأمر الخطير جدا والذي أحدث نوع من أنواع الوعي في تجربة الحراك الجزائري لذلك إن لم تصنع لنفسك استراتيجية فأنت بالتأكيد جزء من استراتيجيات القوى والفواعل الأخرى لذلك أعتقد أن وأنا دائما أنظر كما قلت سابقا أنظر إلى مسألة الاتحاد الأوروبي عبر زاويتين زاوية الاستنكار وزاوية تشديد اللهجة يعني هذا أمر مرفوض ويتعارض كليا مع مواضيع والمواثيق الدولية والقانونية التنظيمية وأيضا يتعارض مع جوهر الحراك وجوهر الصيادة الوطنية الجزائرية ولكن أريد أن نلتفي كجزائريين إلى جانب آخر من المسألة من خلال هذا التدخل السافر وهي مسألة مهمة جدا لإعتقاد واحد وبسيط جدا ضرورة تسريع إيجاد مخارج وحل سلس لعملية الانتقال السليم أو عملية الانتقال الديمقراطي السليم لأن كلما كانت هذه العملياتها عوائد ومقبات كلما كانت الجبهة الداخلية مفككة كلما كان الأمر متاح لفواعل أخرى وهنا يجب أن نفرق بين عنصرين بين عنصر التحدي وعنصر التهديد أنا أعتقد أن البيئة الإقليمية والسياق الإقليمي والسياق الخارجي بشكل عام هو سياق مهم جدا لفهم الحراك من بدايته إلى غاية ربما مخرجات العملية الانتخابية وانتخاب رئيس مقبل أي أن كان الاختلاف حول العملية الإجرائية في حد ذاتها لكن في اعتقاد الشخصي كما قلت هذا السياق الإقليمي مهم ولكنه يبقى تحدي ولم يصل إلى مرحلة التهديد وهنا أعيد إلى ما طرحته أنت في مقدمتك وطرحته حتى لضيفك الكريم وهنا ضرورة نفهم جدا أن المؤسسة العسكرية تتحفظ وفقا للأدبيات الأمنية عن بعض الأسماء وعن بعض المخاطر ولكن يجب أن لا يكون ذلك مطبة من أجل تخوين الكل ومن أجل تخويف الكل لذلك أعتقد ونحن ندرس في الأدبيات الأمنية وأدبيات الدراسات الأمنية أننا نفرق بين الأسرار التي تصنف ضمن دائرة الأمن القومي وهنا نفهم أن مؤسسة الجيش والجيش صالح يشير لها دون أن يذكرها بإسم ويجب أن نفرق أيضا بضرورة أن نعجل أن لا تكون تلك الأمور أو تلك المدخلات ضرورة من أجل مخرجات تعيق عملية الديمقراطية هذا يذكرنا كثيرا بنقاشات سابقة تحت مسمى الفوبيا أو فوبيا تدخل الخارجي فشلت عمليات تحول ديمقراطي عديدة في دول عديدة ربما حتى النظام الجزائري كان سباقا منذ 62 وأعتقد أنها أزمة عميقة جدا يعني منذ نهاية الخمسينيات بداية الستينيات كان هناك نوع من أنواع المخاطر الحقيقية لكن عندما تصل تهويل المخاطر إلى تهديدات هنا تصبح عملية التخوين أسرع وعملية بناء على البيئة الإقليمية مسألة تدخل القوى الخارجية أو مسألة وجود سياق إقليمي مفكك الجزائر تعيش في جوار إقليمي هش منطقة الساحل أزمة ليبيا وأزمة مالي قبل ذلك عملية التحول في تونس في الجزائر كل هذا يجعلنا أمان سياق إقليمي معقد بشكل كبير ولكن أنظر له من زاوية التحفيز من أنه قوة دفع وليس قوة مالي هناك دكتور خالد في البيئة الإقليمية المحيطة بالجزائر خاصة التي تشهد عملية أو محاولات تغيير دكتور خالد تسمعني يبدو لا يسمعني دكتور خالد طيب مشاهدينا قبل أن نستكمل النقاش نستمع لبعض ما قاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بالأمس والذي قال إن الشعب واعن لما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعنقرة مسار الجزائريين والجزائريات سنستمع لما قاله الفريق قايد صالح أن الموقف التاريخي للجيش الوطني الشعبي الذي وقف إلى جانب الشعب وحافظ على كيان الدولة مؤسستها وقدمها حلول مضوعية وعقلانية لتجاوز المرحلة لم يرضى أعداء الجزائر في خارج أو أذنبهم في الداخل هولا الأعداء الذين يعلمونها جيدا إن الوحدة بين الشعب والجيش وتمسكهم هما هي صمامة أمان أعد من جديد إلى ضيوفي دكتور أحمد ميزاب في الجزائر اعتمادا على البيئة السياسية والأمنية في المنطقة العربية دعنا نقول والتي تشهد محاولات تغيير في مجموعة سيناريوهات جرت في هناك أيضا مجموعة من المخاطر والمحاذير في تجارب انزلقت إلى الاقتتال الدموي في تجارب انزلقت إلى التبعية الكاملة والمطلقة يعني في أيضا تجارب اقتتال داخلي تحول إلى دولة فاشلة بعض النماذج أيضا مثل ليبيا في تقسيم في اقتتال في غابة سلاح في إلى آخره كل هذه المحاذير التي طرأت على عمليات التغيير في هذه البلدان اليوم ماثلة أمامنا الجزائر كنموذج حاليا طبعا نشير إلى في نماذج ناجحة تونس كانت نموذجا ناجحا على سبيل المثال نسبيا وانتج حالة أو تحول ديمقراطي هادئ وفريد لكن في ظل هذه المخاطر التي مرت بها تجارب المحيط الاقليمي والتحديد المحيط العربي ما هو النموذج الجزائري الذي يستطيع اليوم أن يتجنب كل ذلك وأن ينتج حالة جزائرية خالصة خاصة بعيدا عن كل المحاذير والمخاطر التي وقعت بها البلدان الأخرى أحييك أولا على هذا السؤال المهم والجوهري لأنه هو لب وقلب حتى كذلك هذه التحركات المغرضة في إطار استهداف الجزائر لأن كل التجارب السابقة التي عرشت عليها وتحدثت عنها دون استثناء كان فيها تحويل المؤسسات العسكرية إلى طرف في المعادلة أو في معادلة الأزمة أما في الحالة الجزائرية المعطى كان مغايرا تماما لهذا المعطى وبالتالي كسر رهانات بعض الأطرف التي كانت تراهن على نظرية الاستدامة في بداية الحراك الجزائري باعتبار أنهم كانوا يعتقدون بأن الحراك سيكون في مواجهة مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لكن الواقع كان عكس ذلك تماما أن الجيش الوطني الشعبي استفى إلى جانب إرادة الشعب الجزائري وتعهد بأن لا تسقط قطرة دم واحدة وبأنه ضامنا في ذلك بالإضافة كذلك إلى أنه تعهد بأن يرافق في إطار تحقيق مطالب الشعب الجزائري المشروعة وأن يصل بهذه الإرادة إلى بر الأمان وبالتالي نحن نتحدث على معادلة مغايرة تماما إلى ما وقع في الكثير من التجارب العربية بأن مؤسسة بحجم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي تأخذ الموقف الطبيعي لها وكذلك تسجل اسمها من ذهب في التاريخ الجزائر مثلما كذلك فعلته في أكثر من محطة وفي أكثر كذلك من مناسبة فبالتالي تغير مصار الحالة الجزائرية من مصار الدخول في أزمة معقدة أزمة يمكن أن تطول لأمد طويل وتدخل في نفق مظلم إلى أزمة يمكن إيجاد لها حلول باعتبار أنها تتحول إلى أزمة سياسية حلولها يجب أن تكون كذلك سياسية دون ما أن تكون في إطار المعالجة الأمنية أو في إطار كذلك متابعات أخرى وبالتالي اليوم نحن نتحدث على نموذج آخر لا يراد له أن يصل إلى بر الأمان أو لا يراد له أن يكون نموذجا يحتدى به أولا أنك تتحرك على حراك شعبي كان سلميا حضاريا واحد ثنين أنك تتحدث على مؤسسة أمنية بحجب مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي تصطف إلى جانب إرادة الشعب وتتعهد بمرافقة هذه الإرادة وهي أول من دعا إلى ضرورة تفعيل المدى سبعة أو ثمانية من الدستور بالإضافة كذلك إلى تفعيل المدى مية واثنين من الدستور والتي أزاحت الرئيس السابق وبالتالي تحقيق شوط مهم من مطالب الشعب الجزائري فبالتالي اليوم نحن نتحدث على تجربة فريدة من نوعها حينما نستكمل هذه التجربة في إطار انتخابات 12 ديسمبر 2019 فنحن نتحدث على بداية مرحلة جديدة وفتح ورشات كذلك كبرى بالنسبة للجزائر في إطار بناء الدولة الجديدة ودعني ربما هنا كذلك أستدل التصريح مهم لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حينما تحدث على أن إرادة الشعب الجزائري تلتقي ورؤية الجيش الوطني الشعبي في بناء أسس الدولة الوطنية الجديدة فهذا مهم جدا وحلقة مهمة جدا بأن المشروع الذي يؤمن به المواطن الجزائري التقى في نفس السياق في المشروع الذي تؤمن به المؤسسة العسكري دكتور خالد التحفظ الأساسي اليوم في الجزائر هو على قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية أو دعنا نقول رعايته البعض يقول وصايته على المرحلة الانتقالية يعني المشكلة أن الجيش هو من يرعى عملية الانتقال لأنه الجيش لأنه القوة في البلاد هذه هي المشكلة الملاحظة أنه يجب أن يبتعد الجيش عن المسار التحولات الديمقراطية ويقف على الحياد لا أن يكون راعيا أو ضامنا أو حاميا أيا كانت التسمية الحقيقة لا أعتقد أن في الجزائر هناك تحفظ حول المؤسسة العسكرية وانغماسة في العملية السياسية بقدر ما هو تحفظ حول الطبقة السياسية التي جعلتنا أمام هذا الوضع سواء قبل 22 فبراير أو بعد 22 فبراير هناك كما قلت سابقا هناك حالة صحر سياسي وبالتالي لا يمكن أن نلوم مؤسسة الجيش فقط هنا يمكن أن نفهم سلوك مؤسسة الجيش في الجزائر استنادا إلى الخصوصية التي تكلمت عليها في سؤالك المهم جدا من خلال حديثك ومحاكاتك لتجارب أخرى أعتقد أن الجزائر خاصة بالنسبة لمؤسسة الجيش هناك خصوصية مهمة جدا أعتقد أن هذه الخصوصية بالنسبة لمؤسسة الجيش لو استثمرت ستقدم لنا حلا متكاملا حلا رغم كل شيء سيكون حلا مخرجا آمنا نحو عملية الانتقال السليم للديمقراطية لماذا؟ لأن أعتقد الجزائر لها خصوصية تختلف لا يمكن تونسة الحل في الجزائر لا يمكن أن نصنع تونس جديدة في الجزائر لاعتبارات عديدة أولا في تونس دور المؤسسة العسكرية يختلف عن دور المؤسسة العسكرية في الجزائر وبنيوية المؤسسة العسكرية في الجيش التونسي تختلف عن بنيوية الجيش الجزائري الذي كان مرتبط أساسا بعملية التحرر قبل حتى الاستقلال أيضا دور النخب السياسية في تونس يختلف عن دور النخب السياسية في الجزائر والأهم من ذلك دور القطاعات الفئوية في تونس كان له دور فاعل وحاسم جدا نتكلم عن انتحاد الشغل يختلف عن دور هذه النقابات التي دجنها وفرغها النظام السابق وبالتالي لم تكن توجد في الجزائر بعد 22 فيبراهر قوى حقيقية يمكن أن تقود الحراك هذا كل صحيح دكتور خالد لكن في نهاية المطاف التونسيون احتكموا للصندوق ذهبوا إلى الصندوق وانتخبوا رئيسا من بينهم من بين صفوفهم الرئيس قيس سعيد بمعنى أن المسار الديمقراطي الآليات الديمقراطية يمكن أن يضع الحراك الشعبي أن يضع الجمهور ثقته بها للوصول لما يريد صح أو لا بالضبط وهنا يجب أن نقول بأنه رغم اختلاف الظروف أو الموضوعية بالنسبة للحالتين إلا أن يجب أن تكون المخرجات واحدة وهي مخرجات سياسية عبر عملية انتخابية مباشرة لانتخاب رئيس أيا كان فقط في الجزائر هناك تقريبا المؤسسة العسكرية لديها وهنا تقريبا نثمن كثيرا دور المؤسسة العسكرية لأنه أساسا من ساعد في إسقاط هذه العهد الرابعة هو مؤسسة الجيش عند إختارها بتطبيق المادة 100 أو 2 وكما قلت أن مؤسسة الجيش كانت بينما طب التدخل المباشر في العملية السياسية وهذا يتعارض أساسا مع نص الدستور الجزائري ومع النصوص التشريعية والتنظيمية الدولية وأيضا مع حالة الفراغ السياسي في الجزائر والمطالب المرتفعة والجوهرية بالنسبة للحراق وبالتالي استأنس الحراق بمؤسسة الجيش منذ بداية الجمعات الأولى إلى غاية إسقاط رموز أو بقايا إسقاط ما تبقى من السلطة السابقة ثم الانطلاق في ملفات جديدة حول الفساد مرحلة ثالثة بعد إسقاط العصابة ثم الانتقال إلى ملفات الفساد اليوم المرحلة الثالثة وهي الأصعب مرحلة الانتقال نحو الانتخابات الرئاسية هناك صحيح نؤمن بأنه في الجزائر هناك تخوف كبير جدا وأعتقد أنه أكبر من تخوف من البيئة الخارجية هناك تخوف حتى داخل البيئة الداخلية وأعتقد أن التحدي الأكبر رغم إقرار المسبق بأن البيئة الخارجية منطقة الساحل الإفريقي وجود أزمات وجود حركة إيرابية هذه كلها تمثل ضغوط على صانع القرار الجزائري المستقبلي أو حتى على دور المؤسسة العسكرية الراهنة لذلك قلتها في بداية الحراك أنه لا يجب أن نرهق مؤسسة الجيش في قضايا داخلية تعيق عملها في قضايا دستورية خارجية وهنا بالأساس أتكلم عن نقطة مهمة جدا كل ما كانت الطبقة السياسية متفاعلة وديناميكية من أجل إيجاد مخرجات حل دستوري وفقا ما تقتضيه المادة مئة واثنين وسبعة وثمانية إلى غاية نهايته أما أن نقبل بحلول مجتزئة نقبل بالمادة سيبعة وثمانية ومئة واثنين لأنها تسقط العصابة ولكن لا نقبل بها لأنها تأتينا إلى حل سياسي انتخابي فهذا في حد ذاته كما قلت ينهيك المؤسسة العسكرية ويعق أداء وضعها يكتور خالد معمري لا لا سمحت أشير فقط إلى نقطة مهمة جدا تفضل تفضل بسرعة بس قبل الفاصل كما قلت أنه عمل لو نستشرف الواقع الخارجي أو الواقع الإقليمي ما حدث في الجزائر خاصة بعد 2009 يعني بعد وصول عبد العزيز بوتفليقة في عهدى جديدة في 2009 وجود تحديات وتهديدات أمنية كبيرة في الحدود الخارجية بعد ما حدث في ليبيا ومالي محاولة دعشنة الساحل الإفريقي أو نقل العمليات الداعشية نحو الساحل الإفريقي هذه التهديدات كانت المؤسسة العسكرية تنهمك من أجل احتواء هذه التهديدات ولكن كل هذه التهديدات جاءت نتيجة لوجود أزمة بناء دولة في مالي وليبيا دكتور خالد معمري تسمح لي نكمل في هذا لكن أنا مضطر الذهاب إلى الفاصل إذا سمحت لدكتور خالد دكتور أحمد ومشاهدين فاصل ثم نعود فحيّا من جديد مشاهدينا في رئاسيات الجزائر نتحدث عن التحديات التي تواجه الجزائر حاليا في البيئة الإقليمية أيضا تحذيرات التي أطلقها الجيش من الانزلاق إلى الفوضى أو حتى تحديات تتعلق بمتربصين مؤامرات قد تؤثر في البلاد الدكتور أحمد استمعت للدكتور خالد ما قال أريد تعليق قبل أن أسأل أيضا في موضوع الجيش الجزائري والنظرة إلى الجيوش العربية بشكل عام تفضل لا ربما خليني يقول بأن توجه الجيش الوطني الشابي هو واضح أولا في السياق البنيوي وفي سياق كذلك الهيكلي وربما حتى انطلاقا من تاريخ هذه المؤسسة بأعتبر أنها ولدت من صلب الشعب الجزائري لدعني ربما هنا نعود إلى محطة ثورة التحرير المباركة أنه ثورة أو النوفمبر حينما اندلعت اندلعت بمقولة مشهورة ومعروفة ويعرفها كل الجزائريون وهو إرمو بالثورة إلى الشارع يحتضمها الشعب بمعنى أنه جيش التحرير الوطني الذي هو يعتبر النواة الأولى للجيش الوطني الشعبي احتضنه الشعب الجزائري ومن هنا بدأت هذه العلاقة التكامل لهذا حينما نتحدث ربما لا نتوجه في إطار المقارنة بالتجارب أو حتى الحديث ببعض المعطيات وربما كذلك إذا أردنا أن نستحذر الواقع الجزائري بتفاصيله وبالمحطات التي مرت بها الجزائري فنحن نقول بأن التحديات والمخاطر والتهديدات الأمنية لم تتوقف منذ تسعينات القرن الماضي في مقاربة اليوم دكتور أحمد أنت أكيد تعرفها ومطلع عليها مقاربة تقول بأن عملية التغيير في البلدان العربية والجزائر أيضا من ضمنها هي قائمة على التناقض أو قائمة على إزالة أو التخلص من حكم العسكر من نفوذ الجيش في مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكم ومؤسسات الاجتماعية للانطلاق إلى دولة مدنية ديمقراطية وفق تحولات التغيير المعروفة بمعنى وهذا طبعا لأننا هنا لا نتحدث عن الجزائر نتحدث عن تجربة من ثمان سنوات في نظرية تقول بأنه يجب إبعاد الجيش عن الحكم وعن السياسة لأن هذا هو الضمان للتطور والتقدم والتغيير والجزائر ليس استثناء خليني نتكلم بواقعية أكثر وكذلك بمكاشفة أوضح نعم أن المشروع الذي استهدف المنطقة العربية منذ بداية الألفية الثالثة وسوقت له إدارة المحافظين الجدد وكذلك روج له عراب التخريب العربي اليار الصهيوني وكذلك المتواجد حاليا في فرنسا هو يقوم على نظرية التغيير باستهداف مقومات الدولة الوطنية أي أن التغيير يجب أن ينطلق من إسقاط مفهوم الدولة الوطنية على حيث لصالح الدولة الكونية بمعنى ضرب ثلث مرتكزات أساسية في مفهوم الدولة الوطنية هو أولا الوحدة الوطنية أو التماسك الاجتماعي ورأينا في كافة التجارب التي عرفتها المنطقة العربية أي حال لهذا التماسك الاجتماعي الذي أصبح يتنحر ويصبح كذلك يتصارع فيما بينه مرة طارة بمفهوم الطائفية وطارة أخرى بمفهوم القبلية وطارة أخرى بمفهوم العصابية والمرتكز الثاني في مفهوم الدولة الوطنية ضرب المؤسسات العسكرية التي تعتبر أحد المرتكزات القوية لتماسك والحفاظ على سيادة هذه الدول وبدليل أن سيادة هذه الدول التي عرفت التغيير أصبحت سيادة مستباحة إن لم أقول بأنها سيادة معدومة وللأسف ويعذرني من يستمع إلي الآن المرتكز الثالث كذلك في نظرية هذه التغيير التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية يستهدف مقومات المؤسسات وربما نحن نتحدث كذلك على كثير من التجارب التي فقدت مفهوم المؤسسات وهناك دول فقدت مفهوم الدولة أو معنى الدولة فبالتالي هذه نظرية التغيير التي يريد الآخر تسويقها في المنطقة بمفهوم مثل ما روج له البعض كذلك في الجزائر دولة مدنية وليست دولة عسكرية لكن ألا تعتقد لو سوعب مفهوم الدولة المدنية ماذا تعني والدولة العسكرية ماذا تعني ألا تعتقد أن المنطقة العربية تمر بمراحل يعني التطور يعني كان في بداية المطاف كما تعرف يعني كان المنطقة كلها تحت الاحتلال العثماني جاء الاستعمار قسم هذه المنطقة جاء الدولة الوطنية عبر انقلابات عسكرية والثورات ضد الاستعمار كان العسكر الآن في مرحلة جديدة هي مرحلة الحكم أو الدولة المدنية التي يتراجع فيها قدرة العسكريين والجيوش على الحكم يعني بمعنى أن المنطقة العربية تدخل كلها مرحلة تحولات سياسية اقتصادية اجتماعية جديدة وما نشهده هو المخاض لكن نحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة وما نراه من صراع اليوم هو هذا المسار في المخاض نحو مرحلة أخرى سيد الكريم ربما هنا علي أن أفرق بين شيئين أن أناقش المصطلحات كمصطلحات بجماليتها أو أن أناقش محتوى هذا المصطلحات مثل ما يريد الآخر أن يروج له الآخر يريد أن يروج لي فكرة الوردة ولكن هذه الوردة مليانة بالشوك الظاهر هي وردة ولكن في مضمونها شوك ولكن أنا أتحدث على المظامين قبل أن أتحدث على العنوين صحيح الكل يصب اليوم إلى التحول وإلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة بكل هذه التفاعلات التي سبق وأن تحدثت عليها لكن من يريد أن يخترق هذه التجارب هو لا يريد ذلك يريد أن يحتفظ بالعنوين لكن في المضامين يريد أن يحرفها حينما تحدثنا بصراحة عن الدولة الوطنية لأنه لا يريد أن تكون هناك دولة قائمة بسيادة جغرافية ولا كذلك باعتراف بعلم وطني وبدليل أن في كثير من التجارب التي أمرت بها المنطقة العربية تم تغيير الأعلام الوطنية هاي بلاحظة مهمة دكتور أحمد سنعود إلى الرئاسيات وإن كان ستتجاوز رئاسي 12 ديسمبر مطبات الصراع السياسي ومحاذير الأقليم لكن تعليق سريع دكتور خالد على هذه النقطة تحديدا استهداف الجيوش العربية بدأ وكأنه عملية ممنهجة في 2003 عندما غزت الولايات المتحدة العراق أول شيء عملوه هو تفكيك الجيش العراقي في سوريا أول ما بدأت الأحداث اغتيال الضباط شق الجيش قتل الطيارين إلى آخره وتشويه سمعة الجيش فيه كذلك في الجيش المصري الجيش المصري والحملة الكبيرة عليه فيه هناك أيضا نظرية مقابلة تقول بأن الحملة هي لضرب القوة العربية لضرب الجيوش العربية تحديدا الجيوش التي تحمل طابع المواجهة مع إسرائيل أو لديها عقيدة المواجهة مع إسرائيل في المنطقة لذلك ضرب الجيوش هو أحد المطالب وتشويه سمعة هذه الجيوش هي أحد مطالب التغيير أو أحد مطالب القوى الخارجية عبر التغيير عبر قوى التغيير وهنا مكمن الخلل في اعتقادي الشخصي المسألة دراسة بنيوية مؤسسة الجيش في دول العالم الثالث أو في الدولة العربية دراسة محفوفة بالمخاطر لمجموعة من الاعتبارات أولا مؤسسة الجيش سواء في الجزائر أو بعض الجيوش كما تكلمت أنت في العالم العربي هي مؤسسة بنيوية وليست مؤسسة وظيفية يريد الغرب تريد بعض الضوائر معينة أن تجعل منها مؤسسة وظيفية وليست مؤسسة بنيوية يعني تريد أن تفصل الدولة عن مؤسسة الجيش وهنا لا أتكلم عن النظام بل أتكلم عن الدولة الجيش في الأدبيات النظرية يرتبط أساسا بميكانيزم الدولة ولا يرتبط بميكانيزم النظام كلما اقترب من النظام على حساب الدولة كلما دخلنا في مسألة عسكرة الحياة السياسية أعتقد أن يمكن أن أعود أو أستلهم من خلال سؤالكم استراتيجية الأمن القومي التي وضعها جورج بوش الإبن في 2002 عن طريق بول وولفيتس ريتشارد كروس هامر دونالد رامسفيلد كل هؤلاء المحافظين الجدد أرادوا وضع استراتيجية بالأساس كان المحور الأساسي فيها وكانت هناك حوالي 17 صفحة في تلك الاستراتيجية مخصصة أساسا إلى إعادة هندسة جيوش عربية بطريقة وظيفية وليست بطريقة بنيوية وكان آنذاك أخطر شيء لذلك كانت تجلياته وتطبيقاته المباشرة أساسا إما في العراق بشكل مباشر أو في سوريا أو حتى في ليبيا وأيضا كانت موجودة حتى في لبنان من محاولة تقريبا إعادة طرح مسألة الأمنية في لبنان أو الرهان الأمني في لبنان خاصة بعد حرب تموز لذلك أعتقد أن رؤية الغرب أو رؤية الاستراتيجية الكوسمو بوليطانية أو الاستراتيجية الأمريكية آنذاك أو مشروع الإمبراطورية الأمريكية للمحافظين الجدد والذي للأسف نحن في العالم العربي كنا مجرد مادة استهلاكية له كان يريد أن يصنع جيوش عربية وظيفية وليست بنيوية يعني فصلها كلها على الحالة الاجتماعية وهذا الأمر الذي لا يمكن أن يحدث في الجزائر لسبب بسيط جدا كما تفضل الضيف الثاني السبب واحد جدا أن الجيش الجزائري في الأساس هو مؤسسة اجتماعية قبل أن يكون مؤسسة دستورية لأنه أساس هو وليد عملية حرورية ثورية قبل حتى الخمسينيات لذلك أعتقد أنه كجزائريين وكل الشعوب العربية هناك تحدي كبير جدا صحيح نحن نتخوف ونفهم تخوف الكثيرين خاصة الأكاديميين من عسكرة الحياة السياسية ولكن تحت هذا العنوان يجب أن لا نرهق كما قلت المؤسسات الجيوش النظامية حتى لا نقوم خاصة في ظل بيئة غير معصولة مثل الجزائر فقط أريد أن أشير إلى السلوك إذا صح التعبير الناعم لبعض المؤسسات العسكرية هنا لا يجب أن نضع الجزائر في نفس المصاف مع بعض الجيوش العربية في بعض الدول الأخرى التي حدثت فيها تجارب انتقال فاشلة لأن تجربة الانتقال الفاشل ستقودنا إلى دولة فاشلة الدولة الفاشلة أول من يدفع الضريبة قبلها أول من يدفع الضريبة ليس السياسي إنما مؤسسة الجيش لنا في نموذج ليبيا مثال عن ذلك أو حتى في بعض المؤسسات خليني يختم دكتور الوقت ينتهي حقيقة الموضوع وما قدمته دكتور خالد وأيضا دكتور أحمد يعني يحتاج فعلا لوقت للنقاش وأنا كنت مهتم أسمع أكثر حول هذا الموضوع لكن في نهاية المطاف الحصة لها وقت فقط لو سمحت فقط فضل أنه كما قلت دائما يجب أن لا نتكلم عن إشكالية التدخل الخارجي بين المبالغة والاختزال لأن المبالغة تعيق بناء دولة وحل سياسي والاختزال يجعلنا عرضا لضربات الخارجية هذه هي الخلاصة لذلك المخاوف اليوم في الجزائر ليست خارجية إنما هي داخلية خوف من إعادة مكيجة في دقيقة واحدة أعتقد أنها انتهت صلاحية في دقيقة واحدة دكتور خالد بشكل سريع سأأخذ رأيك ورأي الدكتور أحمد الاستحقاق الرئاسي في الثاني عشر من الشهر المقبل سيتجاوز كل هذه المخاطر التي نتحدث عنها وكيف بشكل سريع لأنه سأحاول توزيع الدقيقة تفضل دكتور خالد أعتقد أن الآلية الدستورية الوحيدة هي عملية انتقال ديمقراطي عبر التفاوض وليس عبر الإكراه لذلك أعتقد لأن عملية الإكراه ستقول كما قلت إلى إعادة مكيجة النظام السابق بأدوات تجميلية أعتقد أنه انتهت صلاحيتها بعد 22 فبراير أهم هذه المستحضرات التجميلية خمس مترشحين الموجودين اليوم هم أدوات تجميلية لنظام سابق أعتقد أنه انتهى منذ 22 دكتور أحمد الحقيقة دعني أقول بأنه 12 ديسمبر هو بداية محطة جديدة بمعنى أنه استحقاق 12 ديسمبر هو يفتح لنا محطة جديدة من العمل في إطار البناء وفي إطار كذلك تجسيد إرادة الشعب الجزائري التي عبر عليها في 22 فبراير فبالتالي هي محطة مهمة ولكن دعني أقول بأنها ليست نهاية أزمة بل هي بداية الحل وبداية الشروع في تجسيد الحلول الممكنة في تجاوز هذه المعضلة وفي كذلك التصدي لتلك المحاولات التي تريد التدخل في الشأن الداخلي الجزائري لأن موضوع التدخل موضوع متشعب وفيه كثير من التفاصيل وكنت أود أن نغوص في هذا الموضوع لأن هناك كثير من الحقائق بالأرقام وكذلك بالمعطيات في هذا الشأن بالذات وكذلك علينا أن تكون لنا رسالة واضحة يوم 12 ديسمبر لهؤلاء دكتور أحمد ميزاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر دكتور خالد معمر أستاذ العلوم السياسية أيضا في جامعة الجزائر أشكركم جزيل الشكر وسأختم هذه الحلقة مشاهدينا بهذا التقرير يختلف الجزائريون في خياراتهم الرئاسية لكن المعركة الانتخابية لم تنسهم القضية الأساس فلسطين سنتابع هذا التقرير يختلفون وينقسمون بين مؤيد ومعارض للانتخابات الرئاسية يخرجون للشوارع رافعين مطالبهم وشعارتهم وعلى طرفين قيد يقفون في الأزقة بين داعم ورفض للسلطة لكن حين يتعلق الأمر بفلسطين يعودون إلى البوصلة لأنها الكرامة وشرف الأمة إذا اختلف الجزائر لنا في شأن الجزائر نحن الآن مختلفين حتى في الانتخابات نحن مختلفين لكن ليس مختلفين بقضية فلسطين طبعا تبقى هي القضية الأولى لأن القضية العربية أساسا والدول العربية التي نشأت في العصر الحديث قامت على أساس تحرير الأراضي ببتالي مسألة الأرض تشكل في الذهنية السياسية العربية وفي الذهنية الثقافية العربية تمثل هي الشرف وهي الكرامة مشاكل الجزائر الداخلية وأجواء الانتخابات لم تنس الجزائريين ومثقفون وجزائريون بسطاء يتدأسون سبل زيادة الدعم لفلسطين الشعب الجزائري كله بكل مستوياته كل مكونات الشعب الجزائري والدولة الجزائرية تقف داعم للشعب الفلسطيني ولم يتغير ولم يتبدل هذا الدعم وهذا الموقف رغم الظروف الذي يمر فيها الوطن العربي بشكل عام ورغم أن إقاع القضية الفلسطينية في وجدان الجزائريين ثابت منذ النكبة إلا أن الملتقيات المشبوهة والزيارات المشؤومة التي يقوم بها بعض العرب إلى فلسطين المحتلة بدواع وواجهات مختلفة تشيئ أن أياما صبت انتظروا الأمة العربية تحت عنوان صفقة القرن هناك فيه جزء من الجانب العربي والحكومة العرسية العربي هو متآمر عن القضية الفلسطينية من سنة 1919 منذ مؤتمر فرسا يسرم فيما بعد لتقسيب القضية والاتفاق على وعد بيلفور بعض هذه الدول المحافظة لأنه أمريكا واليهود استطاع أن يخرجوا بوعبع وكأنه عدو آخر غير العدو اليهودي وبالتالي أصبح أولئك يخافون على عروشهم يخون بعض العرب ويتقاعس بعضهم الآخر عن نصرة القدس تهب عواصف التغيير والحراك الشعبي وتجلب معها مخاضا عسيرا لانتخابات رئاسية لا يتفق حولها كل الجزائريين لكن كلمة واحدة يفيد أن تعدل البوصلة والمسارات الجزائر مع فلسطين ظالمة إذن مشاهدين الرئاسية الجزائر انتهت لهذا اليوم طبعا حلقة في الغد مقبلة مع موضوع جديد يتعلق بما يدور حاليا في الجزائر وتحديدا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجزائرية شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة